بعد هذه الحلقة بنسولف مع الشات جي بي تي عن طريق الكاميرا والصوت وبندردش أنا ويزن حتى أوريكم كيف الذكاء الاصطناعي وين وصل وكيف يتعرف على الأشياء من أمامه كثير منكم يعرف أنه الشات جي بي تي نقدر ندردش معاه نصيا لكن كيف لو دردشنا معاه وفتحناه للكاميرا وقلنا له ورنا أو تعرف على الأشياء اللي جالس تشوفها عن طريق الكاميرا بس في نقطة مهمة جدا لازم يكون عندك اشتراك على الشات جي بي تي واللي يكلف تقريبا 20 أو 22 دولار بالشهر يعني يساوي تقريبا 90 ريال يعتبر اشتراك مدفوع لكن بنفس الوقت يقيدني بعدد محدود من الأسئلة تقريبا يمكن 20 سؤال بالفيديو أما بالصوت أقدر أدردش معاه وأيضا مقيد الصوت بمحدودية العدد يلا رحين بشغل زي ما تشوفوه تظهر لكم شاشة الجوال وهنا بفتحها شوفو إذا جلست تدردش مع الشات جي بي تي وتسلم وكذا فأنت تضيع فرصة أنك طرحت سؤال فعلى طول رح يجاوب عليك عشان كده ادخل في العميق قطعت الصوت لأنه الشات جي بي تي يحاسبك ممتاز إذا حاب تستفيد من وقتك مع الشات جي بي تي ادخل في الموضوع مباشرة اطرح سؤالك أم مباشرة سمعتني زي ما قلت لكم الشات جي بي تي يحاسبك على كل سؤال الحين أنا فوت على نفسي سؤال فلا تدخل مع الشات جي بي تي وعلى قولتهم تقعد تتزين وتقول ويش أخبارك الشات جي بي تي ما يهمه انت وش يهمك في الأخبار حقته وكيف صحتك وكيف عيالكم وش الجو عندكم لا ما يهمه انت يدخل على طفصل بالموضوع حياك الله معنا طيب جاهز نحط له بعض الأشكال للشات جي بي تي ونسأله يلا حط له بعض الأشكال واسأله جي بي تي ايش هذا هذه كرة سلة صغيرة ولعبة كريبر من ماينكرافت وسيارة سباق ممكن تستخدمهم كموديلات للرسم طيب خلني جيب لها كتاب هنا عندنا قصة هذا جي بي تي هل تتكلم هذا لني تتكلمه أكيد طيب خلينا نشوف مثلا مالله من شاء الله قاعدة تقرأ شوفيلي المسألة الرياضية هذه تقدرين تحلينها لي أعطيني بس الإجابة طيب خلينا نشوف المسألة إذا كانت عن التحليل إلى العوامل مثلا نبدأ بالبحث عن القاسم المشترك أو استخدام القانون العام ممكن تعطيني تفاصيل أكثر عن المعادلة قدامك ممتاز إذا كانت مثلا اكس سكوير بلس بي اكس بلس سي نبحث عن عددين حاصل ضربهما يساوي اي تايمس سي ومجموعهما بي هل عندك أرقام معينة في المسألة قدامك شافت المسألة كاملة وعطتني حل خلنجرب اش رايك يزا ترسم لها رسمة وخلنا نشوف إذا عرفت الرسمة أو لا تجيبتي ايش هذا هذا رسم الفنجان مكتوب عليه يزن يبدو إنك رسمت بنفسك رسم جميل ممكن تضيف تفاصيل أكثر إذا حر لا تقول لك رسم جميل بعد عرفة طيب خلنا حاول أرسم لها رسمة سريعة اوه أنا ناس وين أنا ناس طيب هذي رسمة ايش هذه رسمة راس حصان على ما يبدو شكل خطوط يوحي بشعر وأسمات الوجه رسم جميل شوفوا كيف مر عرفته هذا عصان وشو هذا عصان بالله اوه لكن تشوفه مقلوب تشوفه مقلوب كأنه أنا ناس تشوفتي what is that هذا صندوق لعبت سوبر بلوكس تشبه التترس لكن بقطع أكبر وألوان مختلفة تحب الألعاب التركيبية yeah so much can you say to me in English please sure this is a super blocks box it's like tetris but with bigger colorful pieces do you enjoy puzzle games so much that's great اي عط أعداد عشوائية وانا بحسب معاكم فانت ما عليك مني انت أهم شي ركز محا طيب what is 16 times 13 can you say to me in English 16 times 13 equals 208 what is 180 take away 580 180 180 مقص 580 يسوي سالب 400 well done you're welcome can you say to me you're welcome you're welcome you're welcome you're welcome you're welcome ممتعة yeah عشان ما أنا بغن ضيع بوقت لأنه بس يصبر شوي يمكنه يقعد ماك نصلاحه ويطفي مو بس كده بس لازم نسأل أسئلة مهمة ومفيدة شوف خلص الفيديو هنا الحين تحول إلى صوت معناته انتهى الليمت اللي عندي اليوم المسموح لي في اليوم الواحد نصف ساعة وجهي تحية لمتابعين طارق تيكس تحية طيبة لكل متابعين طارق تيكس ساعدين بوجودكم معنا وإن شاء الله تستمتعوا بالمحتوى بعد ما نخلص المحادثة على تطبيق الشات جي بي تي زي ما تلاحظون كل المحادثة مكتوبة فيقدر الواحد يرجع لها طبعا زي ما قلت لكم أنه فيه اشتراك على الاعدادات أو السبسكريبشن بنلقى أنه أنا مستخدم الشات جي بي تي بلس هذا هو الاشتراك وتقريبا تسعة وثمانين فاصلة أو تسعين ريال لو نشوف كل خطط الاشتراك عندهم بتسعمية ريال أو بتسعين كلها الفرق ما بين البلس أو البرو رسمنا ورنا مجسمات خلينا يحل مسائل يقرأ لنا كتاب يسولف معنا يفكر يدردش سمعتوا كيف يعني طريقة كلامة تجاوبة معانا تقدر تغير حتى الأصوات إذا ضغطنا على اتصال نروح فوق عند علامة اللي زي الإعدادات خلنا نختار أول صوت شكرا لكم لمتابعة هذه الحلقة إذا كان عندكم أي تساؤلات عن الشات جي بيتي إمكانياته وش ممكن إحنا نستفيد منها أو تحكون لي تجربة كانت لكم مع الشات جي بيتي وفعلا أبهرتكم شكرا يزون المزيون في هذه الحلقة وتواجدك معنا أتمنى أنك استمتعت مع الشات جي بيتي الحمد لله طيب نلقاكم إن شاء الله في حلقات ثانية في أمان الله